هو انا طالع من هنا عشان جيه تطلع من هنا الكشف ضرب وبعدين قلنا نطلع من هنا وبعدين جينا نطلع من هنا التلات كاميرا توقفوا فقلنا خلاص نقعد شوية فقعدنا لحد ما تصلحوا فاحنا استحملونا هنطلع من هنا النهاردة مش من هنا عشان الكشف ده مش شغال بس هيشتغل بعد شوية انما تحس ان في حد ضرب مصمار في الحلقة دي في ست عملة 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 عمل على ورك جمل للحلقة دي عشان ما تطلعش بس طلعنا لان السحر واهم يعني ما نفعش في واحدة ست تحديدا عشان الحركات دي بتاع الستات ما تزعلش مني يعني او الستات ما تزعلش مني في ست ماء ضربت مصمار في الحلقة دي وجابت عراف عشان ما تطلعش يا عم كشف يضرب كاميرات التلاتة يوقفوا او كاميرتين يوقفوا احنا بقلنا ربع ساعة وقفين نصلح الحاجات دي بس طلعنا فخينا نطلع بقى ونقول ايها الاحرار في كل مكبه ونهلوا هنا مش من هنا خلي بالك عشان العمل اللي كان معمول للحلقة دي ايها الاحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسه اصدق كلامنا هنا في مصر النهاردة قال بالدنيا عرفت ليه العمل معمول بقى وللامانة الكلام اللي طرحناه بمهنية وابقى سئلة منطقية ما كانش ابدا من وحي خيالنا وانما كانت تساؤلات الناس في الشارع والناس بنا وبن بعض وفي الاعداد والحطابين في الجبال والعجائس حولنا المدفقة الناس كلها كان بتسأل فين السيسي سؤال يعني ما فيش اي اي مشكلة مستخبي ليه مريض يا رب كل الناس كان بتقول كده هيموت يسعن بقى اقرب كده يعني طب امال مصدر ما تقول لي ليه ده كان حديث الناس وعلى مدار الـ 24 ساعة اللي فاته السيسي شرب كمية دوبامين رهيبة جدا والدوبامين ده هو الهرمون المسؤول عن السعادة اه بس خلي بالك خلي بالك لو زاد يمعلم عندك فانت هتبقى في العلالي اه هرمون الدوبامين ده لما تعمل انت عمل حلو كده وتنبسط من نفسك هو ده اللي بيعلم هرمون السعادة بس خلي بالك انه لو زاد عندك شوية تشوف نفسك نبي وولي وتشوف نفسك اجمل راجل في الكون وتغني لك سعاد حسني وانت مش شايفة يا ودي اتقيل فعلى مدار الـ 24 ساعة اللي فاته عبد الفتاح دوبامين كشف ظهوره عشان يرد علينا وعلى الناس السيسي حضر حفل تخرج دفعة جديدة في اكاديم الشرطة ما كملش 7 دقايق على بعض طب خلص لا قلنا الكلام ده مبارح ايه الجديد بقى الجديد انه عمل مؤتمر سري مع الاعلامين اتزعب الليل وطلع منه بالعافية ثلاث دقايق على بعض بس كده لا خد الجديدة رح طالع النهاردة يحضر حفل خريجي الاكاديم العسكرية خلصة الليلة كده لا يا معلم الراجل اشتغل وعرق ده عمل اجتماع مع كامل وزير وزير النقل عشان يناقش مستقبل الصناعة مع كامل وزير اه طب ايه الموضوع ده مدبولي ما كانش في الموضوع يعني هو بعد جاب الحج كامل وكلمه في مستقبل الصناعة والراجل الطيوب ده مش موجود في الموضوع طب وده عمل ايه يعني انت قولي السيسي مراحش الصين مراحش السعودية وصدر مدبولي في كل ده طلع دلوقتي يقابل كامل وزير عشان يناقش مستقبل الصناعة تب بالله عليك تقبلها انت دي وحياتي الناس اللي قاعدة جنبك تقبل انت الكلام ده ينطلع عليك الجو ده تاكل من الكلمتين دول الحقيقة السيسي طلع عشان يأكد حاجة واحدة بس ان انا موجود انا موجود وزير الفل السيسي طلع باوامر الست والست لما زعلت منها زارنا فاديقت لدرجة ان الدي طلع يقولها صريحة الناس اللي بتشكك في صحة الجار وبيجيبوا سيرته سيرت عيلته نسمع السيسي دي كده الرئيس سعد الفتاح السيسي احنا كنا في المولد النبوي ثم كل يوم بنتابع الرئيس في لقاءاته في قصر الانتحادية واستقباله للضيوب واتصالاته وهذا النشاط الرئاسي الذي لم يخفت على مدار عشر سنين لم يخفت لم يخفت هذا النشاط واصبح قصر الانتحادية بمثابة شعل النشاط للمسبوقة هل سلم الرئيس من ألسلة هؤلاء ألسلة الحداد أقول انه فعلا هؤلاء ما تختي صدورهم أكبر تكلموا عن الرئيس وتكلموا على صحة الرئيس وتكلموا على إن الرئيس والرئيس والسرطة الرئيس والجيش وقانة الجيش والشرطة وقانة الشرطة كل يوم في شائعات اشرب رائج يا نشأة طول بالك يا راجل طول بالك احنا اتكلمنا على جعار اه اتكلمنا هو احنا ورانا غيره الحق ايه تقال احنا ما وراناش غيره هو خريبها غيره هو جاب عليها واطيها غيره هو جاب درافها غيره وما نتكلم عن مين عنك انت مالكش اي لازمة ومالكش اي تمن انت في عرف النشأ المين كده مالكش لازمة اصلا انت بوء بس ما قمناش غير الراجل ده اه بس يبقى الكلام اللي طرحناه ما خانش دخان من غير نار ونصحتنا للست جات بفايدة ما ليه ما احنا هنا نصحنا الست قلنا لها ايه لو انت ما حضرتش الحلقة دي شوف قلنا لها ايه اخر حاجة بقى قبل ما امشي نصيحة للاخت انتصار بجد مش هزار مرات مدبولي بتتصدر المشهد وده مش حال فكرة البرستيج برضو مهمة يعني ايه مرات مدبولي بقت السيدة مصر اولى معقولة المنصب خلي كده ولا انغاب القد تلعب يا فار شوف الموضوع ده كويس وهتم بيه ومبروك يا عم مدبولي عليك البلد برافو 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 مدام انتصار انا احب الناس اللي تسمع النصيحة وتشوف مصلحتها فين والحق ما يزعلش الحق ما يزعلش وكله بالكتوبة فيبدو ان الست زعلت فخلت عبد الفتاح يتجاهل مدبولي في اخر اجتماع لي ادي اجتماع السيسي بوزراء والجيش بدون مدبولي مبلولي فين يا ولاد رئاسة الجمهورية السيد الرئيس يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرنية عد معايا الله واحد مالوش اتنين ده مش موجود معانا تلاتة اربعة اربعة تنفار اربع بيدل وجرفتات ما فهمش مدبولي اربع بانطلونات خليم مدبولي طب هو مدبول ده رئيس الوزر اولاد الست لما زعلت فالسيسي خلي عبد منصور قاعد جنبه وكنس مدبولي على جنب وانت هوريك الحفلة بتاعت المبارح الاكاديمية هتلاقي مدبولي قاعد عامل الست فيس ده عامل كده ركز بس كده ركز اتفضل اهو لكن انا بس عايز اقول ان زي ما اتقال كده اسناء كلمة السيد وزير الداخلية ان المنطقة والعالم بتمر بزروح صحيح نوع فينا بقى نوع فينا ده عرفنا وده السيد وزير الداخلية لانه المكان اكاديم الشرط وده بقى بيعمل ايه بقى تستدعول ايه مين اللي طلع ده يا جماعة ما احنا قلنا ده يا جماعة يفضل جوه ونقفل عليه طلعوا النهاردة وكان السيد مدبولي قاعده هل يا جوز الست لما زعلت فخلت السيسي يطلع في يومين ثلاث مرات اخرهم النهاردة في الاكاديمية الحربية في يومين يومين ايه ده 24 ساعة معلم مش يومين اصلا 24 ساعة داير يلف في البلد هذا هو السيسي يلتقي خريجي الاكاديمية العسكرية ويجري حوار معهم حول الاوضاع في المنطقة حماية الامن القومي مستمرة بلا كلا تماسك وحدة الشعب يا عمي خلاص يا بوي في 24 ساعة من اكاديمية الشرطة لاكاديمية العسكرية لاكتماع مع اربع بانطلونات ملحوم شئي 30 لازمة ورا بعضه الست لما زعلت فخلت اخبار السيسي خلال يومين اللي فاتوا في اليوم السابع مئة خبر ايوالله 100 بص يا بيه خلال 24 ساعة بص تحت رعاية قارينة رئيس الجمهورية اللي بعده اللي بعده اللي بعده ما عاية اشعر فيه زراعة الوادي استنى بقى هون بالمساحات في عهد السيسي اللي بعده اليوم السابع بس مئة خبر السيسي يطلع على موقف عدد من ملفات السيسي للمصريين احنا بخير والامور مستقرة السيسي قناة السويس فقدت السيسي المنطقة والعالم السيسي سعيد بمستوى وزير الداخلية السيسي يؤكد السيسي يقدم الشكر ايه ما يجبش عارف ايه احنا بجمالة تشيبك من ده السيسي يشهد سلام الشهيد طب ايه في ايه ده استنى استنى ايه الخبر ده السيسي يشهد سلام الشهيد ايه بقى خبر ايه ده بقى مئة خبر على مدار الاربعة وشرين ساعة في اليوم السابع بس الست لما زعلت فخلت اخبار مدبولة تختفي تماما النهاردة مقابل ان اسمها يجي هي نفسها في خبرين رغم ان الخبرين بلهمش اي نشاط بس وماله الجرائد جرائدنا والحبر بتاعنا والورق بنجيبه اتفضل يا بيه اهو قارنة الرئيس ادي اهو تحت رعاية السيدة الاولى يا حبيب قلبي انتصار وزيرة تضامن تحت انتصار حملة الميت صحة اهو اديش عارف ايه مقابل مدبول اختفى مدبول اهو منذ اطلاق الدكتور مدبول تخيل العب الجديد يا بيه تخيل برعاية فاتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير بداية من اكتوبر محمود محمود مال وحسن الاتنين مع بعض في نفس الخبر محمود وحسن لا محمود وحسن دول ولاده انت يعني يعني كده هو يبقى كده انتصار معانا محمود معانا حسن اسرة واحدة طب والباقي فين عن يكون محمود السيرة حسن السمعة الوقت ده لعيب الوقت اللي صغي الخبر ده لعيب والله انتصار ومحمود وحسن مدبولي فين الست لما زعلت فتحول اهتمام الاعلام من مدبولي هزاز الراس الى الضكر قارن الموضوع ده قبل ما تكلمنا وبعد ما تكلمنا فقبل ما نتكلم كانت اخبار السيسي مقارنة باخبار مدبولي يوم 25 و 26 سبتمبر كانت بالشكل ده اهو فاكر انت القصة دي 25 و 26 سبتمبر مدبولي كان 28 خبر السيسي عنوان واحد خلاص ده اللي كان يوم 25 و 26 ولا وايه ده مدبولي تكلم في السياسة وتكلم في احداث لبنان بعد ما تكلمنا لقينا فرق كبير ما بين اخبار السيسي مقارنة باخبار مدبولي في يوم 29 و 30 سبتمبر اتفضل يا بيت جراف اهو الجراف اهو عودة التغتير الاعلامية للسيسي وتراجع مدبولي 29 و 30 113 عنوان 2 عنوان لانتصار و 7 عنوان لمدبولي ايو يا مدبولي كده ارجع لحاجمك يا مدبولي ايه سكتناله دخل بحمره لا فوق لنفسك لا فوق الخلاصة حضرات السيسي من الاخر بيحارب هل هو مريض او لا انا معرفش انا ما اقولش انه مريض او مش مريض الا بروشيتة او اذا جاء بقى عزرئين نفسه خدوا انما قبل كده انا ما ليش علاقة انما ايه سر انك ترجع للكاميرا مرة تانية اكيد انت بتزمت حاجة واحدة بس انك انت لازلت الضكر الفرعون الاوحد مش مهم البلد مش مهم وبعين خد يد يا ناشا انت عملت وقول لي شغال زي النحلة شغال زي النحلة ايو بيعمل ايه يعني ايو داي يلف بيعمل ايه اسعار نزلت كاربغ رخصة الدولار الجنيه عدد دولار يعني عمل ايه طيب يقول لك شغال زي النحلة يا خلال نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل ولا هو اي كلام مش مهم الشعب مش مهم البلد مش مهم الشعب يموت او تحصل له حاجة المهم ان الدنيا تضرب تقلب مش قضية ولا في نائب على فكرة لي ولا في اي حاجة انا ومن بعد التفان ده شعار السيسي حضرات سيكتب التاريخ فصور سوداء عن المرحلة اللي بتاعشها مصر لما تعرف الكواليس وتتكشف اوهام الدكتاتور المريض اللي بينازع على الكرسي حتى اخر لحظة حمدالله على السلام عبدو وجيت لنا واحنا معا بس ونبي سيبك من حكاية تجيبه سيرة الرئيس وعيلة الرئيس والجو ده بتروح تشتيكه للناس والناس بتيجي تقول لنا ما هو الرئيس كده على فكرة احد الرئاسات الامريكان قال ان انا باخد مرتبي عشان حكتين عشان الكتب اللي بيجدبه وعشان الشتيمة اللي بتشتمها هكذا كل القادة في العالم بياخدوا مرتباتهم عشان الشتيمة اللي بتشتموها وعشان الكتب اللي بيجدبوه وعبد الفتاح لم يخلق من الاتنين خلاص يا رئيس اشوفك بقى عشان نشوفه وقال ايه في الاكاديمية وما تبقى اشتزعالي بقى ده احنا نصح ناكي كانت هتتاخد البلد كده المهورة الشكريدة